يبقى حدث الأسبوع الأهل والزمالك نهائي تاريخي الأهل والزمالك نهائي تاريخي السامنة مساء الجمعة إن شاء الله في استاد الأول بارك بمدينة الرياضة السعودية نهائي كأس مصر في نسخة جديدة لأول مرة خارج الديار قبل كده كان السوفر بيروح كأس مصر أنا ما حقول لسه يا صدر قبل كده السوفر راح أول مرة كأس مصر يخرج لأن كأس مصر من تقاليده إنه في اللايحة النهائي في استاد القاهرة ولكن التطور والظرف اقتضى أن يرافق الدربيات الكبرى في أرض استضافة الدربيات الكبرى على مستوى العالم ده في حد ذاته التقدير للكرة المصرية وفي حد ذاته بيشور على إن لو أن هذا الدوري والدربي ليس بهذه الأهمية ما كان يعني الناس ستحاول تصديفه ولكن ما يحدث من السعدادات والأخبار اللي بتجينا إن السعدادات بجد فقط التوقع هناك الكثير من التجديد والتحديث على الملعب الذي سيصدي في الحدث الجالية بتاعتنا في المملكة السعودية جالية كبيرة جداً جالية مصرية والجالية الأهلوية أنا أحتكاكي كله بجالية جالية الأهلي وتحديداً في الرياض ربطة نشطة جداً ملتصقة بأحداث النادي بتسافر وراه في أي مكان يعني لما كان في جده بلعب الاتحاد التحاد جده كانوا وراه لما كانوا في الكويت كانوا وراه لما كانوا فيه الإمارات أكثر من مكان كانوا وراه هم ومرتبطين مع الروابط في الخليج فأتوقع الإقبال على هذه المباراة حيكون إقبال كبير يسافر نادي الأهلي يوم الأربع بإذن الله إن شاء الله صباح الأربع يعني الناس هتقول طب ليه ما سافرش بدري يمكن سياسة الكورا نعم ما تطولش في المعسكرات عشان معسكراتنا كتير واللعبة يعني ما تشعرش بالضغوط والإرهاق والملل فطبعاً نتمنى إن نعود بانتصار يستحق النادي الأهلي يعني طبقاً لما يقدموا المستويات ولكن أنت عارف أستاذ إبراهيم بطلاط المباراة الوحدة أنا رأيي فيه أيه كل شيء وارد أنت تاخد بالأسباب وتؤدي ما عليك وتفرح جماهيرك بأداء ممتع والباقي طفيق الله سبحانه وتعالى طيب المباراة جمعة ساعة تمانية بتوقيت القاهرة تسعة بتوقيت السعودية الأهل والزمالك دي المرة لأربعة وتلاتين في كاس مصر لعب الأهل والزمالك قبل كده تلاتة وتلاتين مباراة الأهل فاز 16 مرة اتعادلوا 11 مرة وتعادلوا فاز الزمالك 11 مرة أصده الأهل فاز 16 والزمالك فاز 11 وتعادلوا 6 مرات وعيدت المباراة باستثناء مباراة 58 في النهائي اقتسم الفريقان الكاس كل فريق 6 شهور 58 من أغرب النهايات اتعادل مطشي ثلاث مرات ايه ودايما ينتهي بالتعادل التعادل التعادل فما لقوش حل غير أن يعملوا كل فريق 6 شهور وأرعى من السلب الأول طيب في الثلاتة وتلاتين مباراة في الكاس قلتلكوا الأهل فاز 16 والزمالك فاز 11 لقى لسجل في شباك الزمالك في الثلاتة وتلاتين مباراة 58 هدف واستقبل من الزمالك 48 هدف التعادل زي ما قلتلكوا كان 6 مرات ده بالنسبة لكاس مصر يا جماعة يعني ده النهائي الـ 34 لكاس مصر بين الأهل والزمالك لكن الحياة عامة بقى باعتباره أنه ده من أقوى الدربيات وأكثرها شعبية وجماهيرية على مستوى العالم على فكرة درب الأهل والزمالك مصنف بين الدربيات الكبرى على مستوى العالم من حيث الناحية الجماهيرية والشعبية والإقبال عليها بالإضافة طبعا للزاوية التاريخية تقريبا 1917 بدأت لقاءات الفريقين فما عندكش كلاسيكو في المنطقة كلها أو في القارة عنده هذا العمق التاريخي وعنده هذه الاستمرارية في الناحية الشعبية والجماهيرية حتى اليوم حتى أنه مثلا المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي بتحتفل بموسم الرياض شافت أنه مناسب جدا لأحداث هذا الزخم الجماهيري والشعب الكبير لإحتفالاتها ومهرجانها أنه يتضمن لقاء الأهل والزمالك شأن وشأن الدربيات العالمية الكبرى اللي بتستضيفها الرياض في الفترات الأخيرة يعني يستضيفه الكلاسيكو الأسباني الإيطالي السوبر الإيطالي وأحداث عالمية كبيرة تستضيفها السعودية تضع الأهل والزمالك في نفس المصاف مع هذه المناسبات الرياضية الكروية العالمية الكبيرة فأنا أعتقد هذه الشعبية استحقها الأهل والزمالك وهذه احتفائية تستحق أن تكون لأول مرة في تاريخ البطولة كاس مصر كان باستمرار لغاية 2014 اللايحة بتنص على وجوب إقامتها في الساد القاهرة لطبيعتها الخاصة في 2014 لما تعذر اللاعب في الاستاد اتغيرت اللايحة وسمح بنقلها مرة تروح الجونة مرة تروح برج العرب إلى أن كانت المرة دي تطلع بره مصر خالص ضمن بروتوكول عملته الشركة الرعية لاتحاد الكرة مع القائمين على موسم الرياض بحيث أنه يتم لأول مرة في الاحتفال بمئة سنة كرة مصرية ومئة سنة كاس مصر أنها تقام هذه المرة في الرياض أتمنى أن تكون مبراء على مستوى الناديين الكبار على مستوى يعني يشرف الكرة المصرية يكون عند حسن الظن الإقبال الجماهيري المتوقع يكون بالسلوكيات التي نتمناها جميعا والحقيقة يعني هي زي ما أنت قلت نقلة بتخلينا نشوف الحدث ذا بوسط يعني دوري النهاردة كرة السعودية بتستقطب الأحداث الكبرى على مستوى العالم والنجوم الكبار على مستوى العالم الكرة المصرية لها مكان من خلال هذا اللقاء في هذه الأحداث